و اتمنى في لحظة زي دي ربنا كرمنا بانتصار مهم روحنا كلنا اللي كان في الاستاذ روح فرحان جدا و كان شايف قلم انت وانت قدام التلفزيون انت قدامك اجواء مختلفة و شفنا امور صعبة و شفنا احيانا انت بتشك لسواني الاهلي حيرجع الاهلي صعبة دنيا ده خلاص الوقت بيجري خلاص والفرحة تبقى فرحتين و تلاتة و اربعة و خمس عارفين يا جماعة جالي رسالة قبل المباراة من خمسة ستة والخمسة ستة دولت اهلوية جمدين جدا منهم اتنين انا بتعامل معاهم ما بسكش فيهم بشكل قوي يعني ايه خمسين خمسين مش بيعانديه ثقة فيهم لان بشوف اراءهم متلونة طول الوقت لكن عارفين جالي رسالة فيها ايه اهلوية والله انا بناقشكم وبحكي لكم اللي حصل بالزبط ولا بزود ولا بنقص المطشي كان فاضل عليه خلص الشوت التالت والمصري كان متقدم جالي رسالة شتيمة في جهاز الفني و شتيمة في بعض اللاعبين مش رسالة تلات اربع رسالة زي لما انا قلت لحضراتكم و مش عارف ايه و هم دولي بتدفع انه ده مش عارفوا اهلوية و اهلوية و اهلوية و فيه اهلوية هنا على مستوى القائرة تعرفهم و اهنات غير طبعية مش لشخصي لان انا قلت لحضراتكم عليه فقلت خلاص من حبه للاهلي بيعمل كده ما فيش مشكل و الاهلي قبل ما يجيب الهدفين تدخل على صفحتهم منت خلاص بقى روحت و شفت الامور اهانة للنادي الاهلي و اهانة كأنهم الاسم بس اهلوية ده تسمي ايه دول النوعية دي تسموه عايزيني انا او انا بشارككم معايا اقول عليها ايه دول بيحبوا النادي الاهلي عند اشخاص معينين فقط ده ما كتبوش مبروك للنادي الاهلي واللي كتب مبروك كتبها عن استحياء يعني كتبها هو مكسوف عشان ليه مصلحة واحد تلاقيه في مركز اعلامي والتاني تلاقيه في مجلة الاهلي والتالي تلاقيه هنا توعد ببرنامج والربع تلاقيه مش عارف فين و هكذا و هكذا والله العظيم هي دي الامانة والرسالة موجودة والكلام ده موجود وحتى انا عشان اكمل القصة اللي انا حكيتها لكم روح تباعد في حد بيحب الاهلي يشمت في الاهلي فدي نوعيات تمشوا وراها وتشتموا نجومكو ويجي يقول لك جبهات جبهات عشان الاهلي جاب بطلتين هو ده اسمه ايه اسمه استقرار واسمه هدوء واسمه النادي الاهلي من عشر سنين بيرجع تاني ياخد السنائية فطبعا هم نوعين التالت ده مليش دعوة بيه لان ده راجل بيعشق الاهلي يجيب سيرته ازاي ده على راسي من فوق ده ده اشيله على راسي من فوق ولو طلب مننا اي حاجة اكسم بالليكتان نعمل هالو فمش انا درش اتكلم على المحترمين والرجالة اللي بجاد انا بتكلم على نوعين اللي ركب الموجة وبيهاجم نديه نط على طول بس احنا وعيين وشايفين وعننا مفتح وكأن ايه الاهلوية بقى وبص الفرحة وبص النجوم وبص والدنيا وبص احلى سنتغطية كانت في قناة النادي الاهل عشان تبقوا فاهمين احسن تغطية اتعملت كانت في قناة النادي الاهل مفيش مخلوق يقدر يطلع باص اللعيب او يدخل غرفة اللعبين غير كاميرا النادي الاهل فتلاقي كده فيه ناس كده ربنا خليقها تشيل الشنطة فاللي بيشيل الشنطة دول يعني كتير يبقى شايف يعني بس مش قادر مكتف تلاقيه ماشي في اللاين ده على طول فشيالين الشنط دول كتير فهتركب الموجة اللي احنا مسحصحين مسحصحين اللي بتهجم النادي الاهلي بتتصيد الاخطاء بتستنى له وتقى يخسر عشان الهدف واضح وحنقول اليام اللي جايه وحتشوف وان شاء الله حيثبت الكلام ده بس مش عاوزين اعتذار عاوزين تعرفوا اللي كان فيه امانة وضمير والنوعية التانية اللي انا بقول لحضراتكم مصالح وطول الوقت ما يحسسكش اللي فيه انتصار يحسسك اللي انت تحت ضغط مين اهلاوي وشغل في قناة الاهلي والاهلي خسران كاس مصر او الدوري ويطلع يواجه الجماهير يبقى مكسوف والله يبقى مكسوف يطلع يقابل جماهيره لان ما ينفعش يقابل جماهيره لانه زيه زيك بيعبر عن صوتك بيعبر عن حبك للنادي الاهلي فمن هنا كنت اتمنى نقطة الاخيرة اللي كنت اتمنتها امبارح اللي جماهير الاهلي يتبقى مليا المكان اللي جماهير الاهلي يتبقى مليا الاستاذ والناس يبقى عندها الكدرة على حضور الجماهير لكن طول الوقت ببقى صبور وطول الوقت ببقى عندي روح التفاؤل وطول الوقت الخوف ما يمتلككش وطول الوقت بتساند جماهيرك مش عايز احبتكو بس اللي انا شفته امبارح مؤشر اللي مش هيبقى فيه جماهير بس على عهدي قدام ربنا صبحانه وتعالى اللي دي قضيتنا لغاية اخر يوم هنبقى موجودين هنا هنساند جمهورنا المحبوسين منهم واللي خرجوا منهم واللي بيروحوا على مدار ثلاث سنين على مدار ثلاث سنين بيروحوا اللي منهم اعضاء جمعية عمومية واللي مش اعضاء جمعية عمومية اهلاوي بس بيقدر يدخل الخمسين ستين واحد اللي بيروح صوتهم يهز برضو جبال وليهم مننا كل اللي احتراموا التأدير فعنساندكو كل اهلاوي كل اهلاوي عنساندو لكن قضيتنا الاساسية اللي عمرنا معنا نتخلى عنها هي جماهير النادي الاهلي اللي هي جزء كبير لو هي محرومة من المدرج اللي ما تبقاش موجودة لكن البطولات دي اللي انتوا شايفينها بتتحقق بيكو وانت قاعد في بيتك بتساند نديك وبتخاف عليه وبتحميه فعشان كده انتوا العمود الفقري اللعيبة بتقدي ورجالة انا شوفت احمد فتحي بعد المباراة راجل بمعنى الكلمة ما تكلمنيش في مباراة نهائية عن اداءة وعن فنيات كلمني عن تاريخ بيتكتب كلمني عن احساس بالمسئولية لبعض اوقات في المباراة اه بقول له حضرتكم الاداء من والضغط ما كانش عجب وكان الاهلي مش هو الفعل اه ما كان موجود لكن النهاية البطل مين البطل الاهلي اللي جاب اللي ححرص الدوري في 2017 التاريخ كتب كان رئيس النادي محمود طهر ومجلسه كان المدير الفني حسام البادري كان حسام غالي كابتن فريق النادي الاهلي هؤلاء اللعبين الرجال اللي عندهم شخصية النادي الاهلي كان روح الاهلي موجودة قدام حضرتكم اهي التاريخ كتب كده يا اخي ما بتعرفوش تفرحوا ليه ولا بتعرفوش تسندوا قبل مباريات جهاز ولا لعيبة وبتحطوا السم في العسل ولا عايزين تسندوا بعد ما بنحق البطولة اتقوا ربنا بقى استقيموا يرحمكم الله استقيموا يرحمكم الله عاوزين من الاهلي ايه ما تسابونا نفرح شيلوا حسام غالي الف شكر حسام غالي على اللي انت قدمتم عن النادي الاهلي كابتن بالكباتن اللي عندهم شخصية ومحترم وكبير الف مبروك عمد متعب تلعب ما تلعبش حفضل اقول انت متعب الكبير عايش في وجدان الاهلوية ليك رصيد كبير مع الاهلوية تلعب بتصنع تاريخ ما تلعبش برضو بتصنع تاريخ هو ده متعب حسام عشور كابتن من الكباتن الكبار اصنع التاريخ حقق بطولات اكتر من كده مع الاهلي نمسك الخشب اجنابي مصري موجود شريف اكرامي موسم ولا اروع سعد سمير اللي مش موجود محمد نجيب المحترم احمد فتحي شعلت نشاط ورجولة في الكورة المشتركة وده اللي كنا بنطالب بي قبل المباراة خليك راجل في الكورة المشتركة اقول انا موجود بتعدي زميلك اللي جنبي رمي ربيعة راجل عندك كمان افضل من كده المباريات بتجيب علي معلول ولا اروع احب اللعيب اللي عنده ثبات ما تهربش منه السكة وفي المباراة المهمة اعمل لك كروسة هدف عمر جمال ابني من ابناء النادي الاهلي سنده هاجمته وقفته ضده وحاربته المدير الفني لاهداف شخصية عشان توصل لاهداف ناتنا رحتها عافنة لكن حسام البدري اشتغل وتحدى كابتن احمد ايوب الف الف مبروكة كابتن احمد كابتن طرق سليمان الجهاز الفني بالكامل اللي عاملين بالنادي الاهلي سيد معوض وفي بداية مشوار بحق بطلتين حاجة كويسة عمر الصلية امبارح كان راجل افساد الهاجم ما فيه ناس بتشوف وتقول بعض السلبات لكن انا بقول لكم كان راجل فيه كور مشتركة راجل فيها ها دي نوعية لعب النادي الاهلي مش عايزة انسى حد عايزة اقول الاهلي بطل الاهلي الاعجاز الاهلي الانجاز الاهلي الوحيد اللي بيعمل اللي انت بتشوفوه الاهلي ما تضمنهوش غير وانت راكب توبيس الفريق اعتقد الحكم اللي بيتفرج او الحكم بتاع المباراة ناسف امبارح هيروح يحكي هيقول غير ايه الفريق رجع في ثلاث دقايق هيقول ايه غير ايه غير كده تخيلوا شاف جماهير النادي الاهلي كمان كان هيقول ايه انا شفت لقطة كمان امبارح في السوشيال ميديا لازم احكها لكو عشان الاجيال تبقى فاهمة شفت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة